السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن أنواع التأمين. على بركة الله سوف نبدأ بتأمين الدنيا والإجباري اللي يعود فقط على المسؤولية المدنية بمعنى أن هذا التأمين يعود على الأضرار اللي تسبب فيها الآخر أضرار اللي تسبب فيها الآخر كنركز بزعب على كلمة هذه أو يعود على الأضرار اللي تسببتي فيها أنت إلى الآخر هذا الشيء الذي يسمى بمسؤولية مدنية ثم لدينا تأمين التنوي أو تأمين على الأضرار المتنوعة أو تسمى بجميع الأخطار تغيصك هذا التأمين يعود على الأضرار التي التحقت بالسيارة بسبب نار صارقة أو تكثير الجزاج مثلاً مثلاً طح تبلوريلا على سيارة كهرة كزاج في هذا الحال هذا هذا يعودك إذن هذا هو تأمين التنوي المقصود هنا بالأضرار اللي يعودك بها تأمين التنوي الأضرار هي التي التحقت بالسيارة ديك وما تدخل وما عندش الإنسان فيها دخل كانت تأمينات وحد آخرى التي تعودك لتأمينات وحد آخرى تقدر تعودك في حالة ما تدخل فيها الإنسان كانت الكثير من التأمينات كانت تأمين دمان خاص كانت تأمين الخسارة المالية كانت تأمين ديالدار الاستيضام هالتأمينات ما عندنش حناية في الكود اللي ما يتحتش في النهار المتحل أنت عندك فقط تأمين الدنيا والإجباري وكانت عندك تأمين التنوي اليوم هالتأمين التنوي اللي بزفد نازم ما فاهمينه مش كيصحبهم كيعود كل شي كيعود فقط على الأضرار اللي ما تدخلش فيها الإنسان ذاك شاش كيتسمى ليها مادية إنه يقولنا مثلا كسرقة كسرقة ولا كتكسير الزجاج كعافية النار فالحال هذا غتتحصل على تعويض شكرا أي سؤال بالنسبة للتأمينات أخرى اللي ذكرت مرحبا في الخاص ونشرح لك مزيان شنو خطتك تدير عند شرائك أي سيارة أو قلك أي مشكل إذا مع تحياتي وشكرا لكم شكرا لكم